موسيقى مشاهدين الكرام مهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة الأخبار المغربية بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعاطف إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيتا الثانية عاهلة المملكة المتحدة وذلك عثر إصابتها بفيروس كورونا وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر بالغ نباء إصابة الملكة إليزابيتا الثانية بفيروس كورونا معربا جلالته عن متمنياته لها بالشفاء العجل أشهدت جمهورية مالط أمس بالرباط بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وصرح وزير شون الخارجية والأوروبية المالتي إيفارست بارتولو نقر بالجهود التي تبذلونها للمضي قدما في إطار الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية صفي عسنان والتفاصيل أشهدت جمهورية مالط بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هذا ما جاء في تصريح وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالتي إيفارست بارتولو خلال ندوة صحفية في أعقاب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا نقر بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية للمضي قدما في إطار الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية إننا نقدر دعمكم لمجلس الأمن ومرة أخرى سنكون بكل تأكيد صوتا للوساطة والتفاوض والسلام ومن جهة أخرى شكلت السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب ومالطة محور مباحثات بين الوزيرين وأكد السيد بوريطا عقب هذه المباحثات أن البلدين اتفق على إنشاء آلية اقتصادية مشتركة للدفع بتعاونهما الاقتصادي وتعزيز علاقاتهما القنصلية بطبيعة الحل الاتفاق على أن الأسس لهذه العلاقة هي أسس قوية وبأن آلياتها يجب أن تتطور وفي هذا الإطار ستتعقد اجتماع للتشاور السياسي قريبا وفي هذا الإطار كذلك نشكره مالطة لأنها ستفتح قنصلية لتطابع اقتصادي في مدينة الدار البيضاء لتعزيز تعاون الاقتصادي بين البلدين وبهذه المناسبة أكد وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في مالطة أن بلاده تثمن الدور الهام للمغرب في المنطقة المتوسطية خصوصا فيما يتعلق بجهود المملكة في الملف الليبي وأعربت المملكة المغربية وجمهورية مالطة بهذه المناسبة عن عزمهما العمل معا في إطار الاتحاد من أجل المتوسط لإعطاء دفعة جديدة للتنمية الاقتصادية أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات سيد محمد صديقي أمس بالرباط أن البرنامج الاستثنائي الذي وضعت الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية بدأ تنفيذه بالفعل في الميدان عودة مع صفية عصمة البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية بدأ تنفيذه بالفعل في الميدان هذا ما أكده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته الوزارة مع مهنيي القطاع الفلاحي وممثلين في غرف الفلاحة وبعض الفيدراليات المهنية تواصل مع المهنيين وتعبئة ديالهم وهي جد مهمة في الحكامة ديال برنامج بشي تنزل على صعيد الجهات وخصوصا الغرف الفلاحية اللي عندها وحد دور مهم جدا للتواصل مع الفلاحة ومع الكسابة وتسهيل العملية ديال التنزيل وذكر السيد صديقي بأن تمويل تلبية احتياجات السوق من الحبوب وأعلاف الماشية سيتم وفقا لآليات الرقابة والتتبع التي تم إقرارها مع المصالح المعنية وخاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تم تكيف الست مليارات درهم التي عبأها البنك لتنفيذ البرنامج الحكومي لتخفيف من آثار تأخر التساقطة المطرية البنك سيعمل على تعبئة جميع الموارد اللازمة لتجاوز هذه الأزمة الفلاحية هذا البرنامج يعكس قبل كل شيء التفاعل السريع لجلالة الملك مع الوضع الذي يمر به الفلاحون وهذا سيمكن من تخفيف الوطأة على الفلاح والغلاف المالي المخصص للفلاحين الذين يتوفرون على التأمين سيمنحهم الأمل من أجل الاستعداد للموسم المقبل المكون الأول من هذا البرنامج يتعلق بالدعم المباشر للفلاحين ومربي الماشية وبخصوص المكون الثاني الخاص بالتأمين الفلاحي أوضح الوزير أن الوزارة ستعمل بتعاون مع التعادضية الفلاحية المغربية للتأمينات لتسرع إجراءات التعويض لجميع الاستغلاليات المؤمنة أما بالنسبة للمكون الثالث فهو يتعلق بالتمويل وأوضح الوزير أن البنك سيعمل على إعادة الجدولة والتعامل مع مديونية الفلاحين إلى الدار البيضاء حيث أعطيت انطلاقة خدمات قسم الطب النفسي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحي المحمدي في خطوة طروم تعزيز عرضي وجودة العلاجات المقدمة في مجال الطب النفسي وتحسين الولوج للخدمات الاستشفائية تفاصيل أكثر في تقرير عبداللطيف بن طعب قسم الطب النفسي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحي المحمدي يشرع في تقديم خدماته في خطوة لتعزيز جودة العلاجات المقدمة في مجال الطب النفسي إضافة إلى تأمين خدمات القرب مواكبة للأوراش الكبرى في مجال التغطية الصحية الشاملة إعطاء انطلاقة خدمات هذا القسم يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي إضافة إلى مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية شيد هذا القسم على مساحة إجمالية تفوق ألف متر مربع وبكلفة إجمالية بلغت حوالي سبعة ملايين درهم ويضم وحدة للفحوصات الخارجية وجناحين للاستشفاء بسعة 19 سريرا دوليا وفي سياق التوثر المتصاعد بين الغرب والروسي على خلفية الأزمة الأوكرانية قالت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان إنها بدأت اليوم في تجنيد جنود احتياط تتروح أعمارهم بين 18 و60 عاما تطبيقا لمرسوم أصدره الرئيس فولوديمير زيلنسكي التفاصيل مع حمزة الخضر هل تكون دونييتسك ولوغانسك هم اللوزتين المنذرتين بحمى حرب شديدة الوجع والحرارة بين الروس والغرب ذلك أن كل المؤشرات تقول أن اعتبار روسيا المنطقتين كجمهوريتين منفصلتين عن كييف قد يتداعى له سائر جسد أوكرانيا بالسهر والحمى ومعارك حامية الوطيص فبعد هذا الإعلان الذي وقعه الرئيس الروسي فولوديمير بوتين خرجت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان قالت فيه إنها بدأت في تجنيد جنود احتياط تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما تطبيقا لمرسوم أصدره الرئيس فولوديمير زيلنسكي والحد الأقصى لفترة الخدمة هذا عام واحد زيلنسكي قال إنه سيبدأ التجنيد الإجباري لجنود الاحتياط لكنه استبعد إعلان التعبئة العامة بعد أن أعلنت روسيا نقل قوات إلى شرق أوكرانيا ووحدها الأيام القادمة هي من ستكشف ما إذا كانت المواجهة العسكرية ستصبح حلاً بديلاً عن المساعد دبلوماسية خصوصاً بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلغاء اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ما يشير إلى أن الطرفين قد مهد عن طاولة الحوار فهل يعودان إليها إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمس إنه ألغى اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف كان مرتقباً غداً الخميس بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا وقال بلينكين في تصريح صحفي عقب اجتماع مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبة في واشنطن إنه كان قد وافق على لقاء لافروف إذا لم يحدث غزو روسي لأوكرانيا إلا أنه بعد الغزو أظهرت روسيا رفضها الكاملة للديبلوماسية فلا معنى للمضي قدماً في حق ذلك الاجتماع في هذا الوقت حسب تعبيره بدرزيو والتفاصيل بصيص الأمل المتبقي من الدبلوماسية يتم استنفاذه شيئاً فشيئاً في أزمة الروس مع الغرب حول أوكرانيا آخر فصولها إلغاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعاً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف كان مرتقباً الخميس أرجع بلينكين هذا الإلغاء باعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا حيث قال في تصريح صحفي عقب اجتماع مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا في واشنطن إن روسيا أظهرت رفضها الكامل للدبلوماسية فلا معنى للمضي قدماً في عقد ذلك الاجتماع في هذا الوقت مبلغ اللافروف عبر رسالة بعثها إياه بأنه لن يلتقي به وأضاف بلينكين أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيواصلون تشديد العقوبات إذا صعدت روسيا عدوانها على أوكرانيا وبعيداً عن الأزمة الأوكرانية قال الدفاع المدني في ولاية ريودي جانيرو البرازيلية حين عدد قتل الانهيارات الأرضية والسيول التي شهدتها مدينة بيتروبوليس الأسبوع الماضي وصل إلى 176 فيما لا يزال أكثر من 110 آخرين في عداد المفقودين حمز الخضر في المتابعة لا تزال مدينة بيتروبوليس البرازيلية تحصي ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت في مقتل 176 شخصاً بحسب الدفاع المدني البرازيلي في وقت لا تزال فيه فرق الانقاذ تحاول العثور على 110 آخرين فقدوا جراء الكارثة الطبيعية التي عصفت بالمدينة والتي تجاوز حجم الأمطار الغزيرة التي تهاطلت عليها متوسط التوقعات لشهر فبراير بأكمله في يوم واحد فقط ما تسبب في انهيارات أرضية غمرت الشوارع وضمرت المنازل وجرفت السيارات والحافلات تاركة آثاراً على امتداد مئات الأمطار على سفوح الجبال بالمنطقة عدة ولايات برازيلية أرسلت تعزيزات للمساعدة في البحث عن المفقودين وإزالة الأنقاض جنباً إلى جنب مع إدارة الإطفاء في ريو دي جانيرو الإطارات المستعملة والمتناثرة في الشوارع الخلفية للمدن والبلدات في زامبيا أصبحت تخلص منها أمراً واقعاً فيعادة تدويرها فرصة لإنتاج الوقود الذي يخفض فاتورة استيراد الطاقة في البلاد كيف ذلك؟ الجواب في روبرتاج عبداللطيف بن طالب رغم بساطة هذا العمل اليدوي في تقطيع العجلات المستعملة فإن له قيمة كبرى اقتصادياً وبئياً في هذا الفضائب العاصمة الوساكة تقوم شركة للطاقة المتجددة بإعادة تدوير النفايات لتتحول إلى طاقة من خلال التخلص من طن ونصف من النفايات وإنتاج 700 لتر من الديزل والبنزين يومياً نقوم بتنظيف البيئة من خلال التخلص من كل هذه النفايات ونحولها إلى طاقة طاقة على شكل ديزل أو بنزين أو غاز والأمر الإيجابي في ذلك كله أن كل متوجاتنا تكون بتكلفة أقل بكثير تسعى الشركة لاستثمار 60 مليون دولار ما سيمكن المشروع من خفض فاتورة استيراد الوقود في زامبيا وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى إيجاد حل واقعي في إدارة النفايات المرمية ما يشكل تحديات كبيرة في هذا البلد الإفريقي رياضياً حسم التعادل الإيجابي هدف لمثله المواجهة التي جمعت نادي يوفنتوس مع مضيفه فياريال على أرضية ملعب لسيراميكا في إطار منافسات ذهاب دور السادس عشر من دور أبطال أوروبا تفاصيل هذا اللقاء نستعرضها مع حمزة الخضر من قلب ملعب لسيراميكا معقل النادي الإسباني فياريال عاد فريق السيد العجوز يوفنتوس الإيطالي بتعادل نيجابي في إطار منافسات ذهاب دور ستة عشر من الكأس الأغلى أوروبيا يوفنتوس كان الصباق للتسجيل عن طريق دوسان فيلا هوفيتش الذي وقع أسرع هدف في المصابقة حتى الآن واحتاج فقط إلى ثلاثة وثلاثين ثانية ليهز شباك مضيفه قبل أن يدرك فياريال التعادل في الدقيقة السادسة والستين عن طريق دانيال باريخو ماسيميليانو أليغري مدرب اليوفي عبر للصحفيين عن سعادته بأداء البيانكونيرو وقال إن اليوفي لعب أمام فريق جيد للغاية فريق يمر بلحظة جيدة مضيفا أن مباراة اللياب ستكون نهائية وما يحتاجه النادي هو الصبر ليتجاوز ناديا يعرفه جيدا أما مدرب فياريال أوناي إيمري فقد اعترف بقوة بأداء فريق قائلا إن هذه النتيجة تترك الباب مفتوحا للنادي الإسباني للعودة من جديد نهاية نشرتنا التفاصيل وفعنا أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني شكرا المشاهدين على طيب المتابعة السلام عليكم